أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي أنا تكلت عليك في كل أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضرتكم والدنيا بخير كانت في بيت رسولنا هي الحبيبة رمز العفة والطهر والحنان بنت الطهرة أم المؤمنين خديجة وزوجة سيدنا علي عليهم الرحمة والردوء بنت أبيها كرة عين نبينا وأول ما نتبعه للجنة من أهل والخلان زينة بنات الدنيا والجنة فاطمة الظهراء القدوة لكل البنات في كل زمان هنعرف أكتر عن سيرتها العطرة وموقفها العظيمة مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام معنا النهاردة إن شاء الله منوارنا فضلت الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضرتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا سيدة المياه أهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين لما نجي نتكلم عن أفضل علاقة وأسمى علاقة والمعنى الحقيقي للأبوة وكرة عين أبيها السيدة فاطمة الظهراء والعلاقة العظيمة لما الواحد يسمعها ويتكلم عنها زي حالتي كده دلوقتي يرتجف قلبه وتحس بكل المشاعر الجميلة والاحتواء والحب والبنت البرة بأبوها وكل المعاني الحلوة نستشعرها في علاقتهم ببعض نبدأ منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده رسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد يا فندم إحنا بنتكلم عن سيدة هي سيدة نساء العالمين ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبعدين أنا مبسوط أني هتكلم عن ستنا السيدة فاطمة ويبخت أي حد اسمه فاطمة على اسم ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبعدين مش عارف ابتدي ازاي ستنا السيدة فاطمة هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أبناؤها من؟ ستنا السيدة فاطمة يعني كل حياتها مباركة كل حياتها منفوحة كل حياتها ممدودة بمدد سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا نبتدي الأول يا أستاذ الميا اسم فاطمة الاسم نفسه يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت لي سمتها فاطمة قال لأنها فطمة هي وذريتها من النار يعني يبغت أي حد من نسل ستنا السيدة فاطمة إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لأنها فطمة هي وذريتها من النار واحد اتولدت امتى ستنا السيدة فاطمة؟ ستنا السيدة فاطمة ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين سيدنا النبي بقى رسول وهو عند 40 سنة ستنا السيدة فاطمة اتولدت قبل بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين يعني كان عمر سيدنا النبي كان 35 سنة اتولدت ستنا السيدة فاطمة في وقت بناء الكعبة هذا الوقت وهذا العهد الشريف المبارك ستنا السيدة فاطمة كانت أكثر الناس شبها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة ستنا السيدة فاطمة لها ألقاب كتير جدا أنا أختار منهم أربع ألقاب ونشرحهم مع بعض اللقب الأول كان اسمها فاطمة الزهراء اتنين اسمها البتول أيوة تلاتة اسمها أم أبيها أربعة اسمها بنت أبيها نشرح قالوا ليه اسمها الزهراء قالوا لأنها كانت ظهرت سيدنا النبي كانت فرحت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي كان عنده أربع بنات لكن كانت أقرب الناس إلى قلبه كانت ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها قالوا سموها الزهراء لأنها كانت تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض ستنا السيدة فاطمة سموها كمان البتول ليه سموها البتول قالوا لأنها كانت أكثر الناس تبتلا وعبادة وقربا من الله سبحانه وتعالى ثلاثة اسمها أم أبيها أم أبوها إيه أم أبوها دي؟ احتواء أهلي وخصة علي وألاء أهلي بالضبط منذ أن ماتت أمها ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها وهي احتوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقفت حياتها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة الأم الحنون التي تخاف على ولدها وهي تعامل أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وترفع عنه الأذى صلى الله عليه وسلم وتكون في خدمته صلى الله عليه وسلم علشان كده سموها أم أبيها ده كانت رفضة تتجوز لحد ما وصلت 18-19 سنة وعايزة تعيش خادمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان كده سيدنا النبي كان بيبدلها نفس الشعور وسموها بنت أبيها وده اللقب الرابع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفة لما نقول كده بنت أبوها هو ده كان الحاصل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدللها تخيالي حضرتك لما تدخل ستنا السيدة فاطمة على سيدنا رسول الله فيقوم لها إعظاما وإجلالا يا سلام تخيالي كده وأنا عايز الأباء يسمعوا يا أستاذ سلام يسمعوا أدي إيه جمال سيدنا النبي في معاملته مع بنته أدي إيه الاحتواء صاحب الخلق العظيم بالضبط مجرد ما تدخل ستنا السيدة فاطمة يقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ويجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم ويقبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم أدي إيه حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا السيدة فاطمة كان إذا أراد سفرا آخر حاجة يعملها وهو خارج من المدينة يسلم على ستنا السيدة الفاطمة ولما يرجع من السفر أول حاجة يعملها يروح يسلم على ستنا السيدة الفاطمة بعد أن يصلي ركعتين في المسجد هو ده الحب هو ده الاحتواء هو ده الأب أصل بناتنا يا أسزالميا لو ملقوش الحنية مننا مننا هيدوروا عليها برا طبعا لو بنتك ملقيتش الحب والاحتواء والحنان فيك هترب تدور على اللي هيديه لها هتدور عليه برا علشان كده بنتك أمانة في إيدك املاها حب املاها حنان اسمعها احتويها قرب منها انت السند وانت الظهر حتى لو غلطت خليك في ظهرها حتى لو وقعت وقفها على رجلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قد ايه معاملته مع ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضها لما يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويقول هي بضعة مني لما يقول لها انت حتى مني شايفك جمال طبعا انت حتى مني بنتك محتاجة تسمع ده هو محتاج يفهم الكلمة اللي حضرتك قلتها دلوقتي انه بنتك حتى منك ابنك حتى منك عشان بيحصل دايما مشاكل في العلاقات الزوجية ويبقوا الأطفال هما اللي بيدفعوا تمن اختيار الأم والأب اذا كان الأب عنده خلاف مع الأم او الأم عندها خلاف مع الأب فيبقى الأطفال هما كابشل في ده زي ما بيقولوا لا ده حتى منك بالضبط وده اللي علمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضها شوفي بقى من احتواء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قاعد عليه الصلاة والسلام دخلت عليه ستنا السيدة فاطمة فخلع النبي عباءته وفرشها على الأرض وأجلس عليها ستنا الزهراء يا سلام على الجمال بعد شوية يدخل سيدنا علي فيقعد سيدنا النبي على العباءة يدخل سيدنا مولانا الإمام الحسن وسيدنا مولانا الإمام الحسين أولاد ستنا السيدة فاطمة فيجلسهم على العباءة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل العباءة هؤلاء أهل بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي أم أبيها وهي بنت أبيها عايز أتكلم بقى عن غيرتها عليه على حضرة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هنخليها بعد الفاصل هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل برحب حضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم ناخد أم عمر مع عمر اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا أستوز العباء الحمد لله بخير الله هنا أقصى على إزعاك حضرتك جدا نورتين الله يخليك دموني معلش أنا اللي جات لك من الأربع اللي فات قدامي للأستوزيو برا فضلي الله يخليك أنا أستأذنك أنا وقفة قدام للأستوزيو نستانيك أما تخلص عشانا نحتاجك في موضوع ضروري جدا الله يبارك لك إن شاء الله حاضر أنا وقفة بالله حاضر حاضر يا موامر طيب غيرة سيدة فاطمة الزهراء على الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام غيرة حب كانت إزاي ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت ستنا السيدة خديجة وستنا السيدة خديجة هي أول زوجة كانت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والزوجة الوحيد البكر اللي اتجوزها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستنا السيدة عائشة يبقى أول زوجة عاش معها سيدنا النبي كانت ستنا السيدة خديجة والزوجة الوحيد اللي كانت بكر ستنا السيدة عائشة الزوجات قاعدين مع بعضهم بعد وفاة ستنا السيدة خديجة وقاعدة وسطيهم ستنا السيدة فاطمة فستنا السيدة عائشة بقى بتتفاخر وتقول أنا البكر الوحيد التي تزوجني رسول الله بتتفاخر بأنها هي الوحيد البكر فيهم التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فستنا السيدة فاطمة عايزة تاخد حق والدتها فقالت لها يا عائشة إذا كنت أنت البكر الوحيد التي تزوجك رسول الله فإن أمي هي الوحيد التي تزوجت رسول الله وهو بكر لم يمسسه أحد فقد إيه كانت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حريصة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنها لما تقدم لها الخطاب تقدم لها سيدنا أبو بكر الصديق بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حابب يجوزها لسيدنا الإمام علي لأن قريبه ابن عمه وشاف أن سيدنا الإمام علي بيحبها رغم سيدنا أبو بكر الصديق أن أقرب صديق للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الصديق والرفيق بالزبط وأنا عايز أقول لحضرتك أن جواز ستنا السيدة فاطمة ده كان بأمر من ربنا سبحانه وتعالى لسه كنت أقول لحضرتك ولا ده كان بأمر من ربنا سبحانه وتعالى بالزبط أنا جاي لحضرتك فسيدنا أبو بكر راح طلبها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لطيفة مش سيدنا أبو بكر دخل سيدنا عمر يا رسول الله أريد أن أخطب فاطمة فاعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لطيفة قابل سيدنا عمر سيدنا أبو بكر بقى حاكل بعض الموقف فقال له عمر يا أبا بكر أظن أن رسول الله ينتظر أمر الله في فاطمة تلا هيجوزها ربنا يتقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا النبي يعتذر له الموضوع أشيع فراحوا لسيدنا علي الأنصار يا علي إن فاطمة يأتي إليها الخطاب يلا تقدم إذن هم عارفين إن سيدنا علي رضي الله عنه وعرضها نفسه يتجوز ستنا السيدة فاطمة قال ليس معي من المال شيء ده بنت النبي شوفوا البساطة الحياة شوفوا بساطة الزواج قالوا له اذهب إلى رسول الله فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السرات والسلام قال له سيكت سيدنا علي فقال له النبي يا علي ما لك صامت أجئت لتخطف فاطمة قال نعم يا رسول الله بس مش قادر أتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا معك قال ليس معي شيء قال ليس عندك درع قال نعم ليسوي سوى أربعمات درهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به تخيلي كان مهر ستنا السيدة فاطمة أربعمائة درهم ثم جاء في اليوم تالي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أتريد أن تدخل بفاطمة متى؟ قال في الوقت الذي تريد يا رسول الله قال غدا قال قبلت يا رسول الله فزفتها نساء الأنصار إلى بيت علي عملوا لها زفة طيبة مباركة شايفين جمال الحياة وبساطة الحياة وبساطة الزواج وساطة العيشة بعدين تاني لما بنا بها سيدنا علي راح لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح لبنته قال يا علي ايتني بيدك يا فاطمة حطي يت سيدنا علي جاب يت ستنا السيدة فاطمة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أيديهما شوفوا الحب والحنان والاحتواء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشهدك أن أحب الناس إلى قلبي فاطمة وأن أحب الناس إلى قلبي علي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير الدعاء اللي احنا بنقوله بالضبط ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يعني يوصيه خيرا بسيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ثم قال له ضع يدك على رأسها وقل اللهم إني أسألك خير فاطمة وخير ما خلقتها له ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بارك الله لكما يا أهل البيت الله عليه أفضل الصلاة والسلام طيب ناخد مدام مونة مدام مونة تفضلي وحضرتك بألف خير يا رب ربنا يخليك يا سلامي لكل الموجودين عندكم والله ربنا يخليك ربنا يخليك وكنت بس عندي سؤال الشيخ بس صلى الله عليه وسلم اللي فضلت الشيخ مع حضرتك فضال يا فنة هو سؤال للمعرفة بس يعني أنا عارفة بس أنا يعني مش خبيرة في الدين قوي بس يعني حاجة كده لفتت نظري يعني ليه الأم لما تتوفى أه ولادها ما يعني جزها موتواجد فليه بعد ما يتوفى الزوج ولادها ما يورش يعني المفروض كان حتورسه من جزها وهو عايش زي كده الوصية الوجبة لما الابن الأب يعني يموت يتوفى ولاده يورسه لا أنا مش فاهم السؤال ممكن حتك توضحي أكتر يعني أنا دلوقت في عندي أخ توفى ووالدي كان عايش أه ورث ولاده ورثه في بابايا اللي هي الوصية الوجبة مش هو مش يعني يعني أفضل حدريتك وفي وجود والدي هو موجود تمام فبعد الوالدي ما توفى هم ورثوا معنا يعني كلنا ورثنا تمام بالوصية الوجبة هم أحدوا حقا باباهم يعني تمام في والديتي لما توفت قبل والدي لما ديه والدي توفى ما ما خادتش ورثها ذوقت الأب اللي خادت كل حاجة أنا مش فاهم السؤال أنا مش فاهم حاجة ممكن حتك توضحي لنا أكتر يعني أنا معلش أنا يعني دلوقتي والدة حضرتك والدة حضرتك يعني هو في موقف حصل عندكم مش كده؟ اه اتوافت قبل والدي ما يتوافت تمام مين ورث فيها؟ ما حدش ورث فيها هي ليها مراس طيب هي ليها مراس من أهلها والدة حضرتك لا ليها مراس من أهلها سابت حاجة يعني سابت حاجة نعم هي المفروضة حتورث في والدي يعني أنا مش فاهم أنا مش فاهم السؤال مين اللي توفى الأول؟ هي والدة حضرتك توفت كانت سايبة حاجة سايبة فلوس سايبة أملاك سايبة أي حاجة؟ لا طب ما هو ما فيش مراس ما أنا عم عليش ما أنا بقول يعني ليه الولد بيورث أكنه كان معايش والوالدة ما تورث برضو أكنها عايشة الزوج يا فندم في حالة في الحالة اللي حضرتك بتحكيها ديا والدة حضرتك لو عندها مراس لو هي تملك حاجات يبقى هنا إحنا اللي هنورس أبنائها وزوجها هيورسوا فيها ده في حالة لو والدة حضرتك سايبة مراس سايبة تركة أموال خاصة بيها أو ورساها من أهلها طيب في حالة إن والدة حضرتك أصلاً ما عندهاش ممتلكات وما عندهاش حاجة واخداها من أهلها إذن ما فيش مراس ما فيش مراس ما فيش مراس أصلاً علشان يوزع ويقسم حضرتك بتقسيها على أخو حضرتك ده قياس مع الفارق ده فرق بين السماء وبين الأرض أخو حضرتك اللي توفى قبل وفاة بابا ولاده يورسه بإيه؟ بالوصية الواجبة لكن الأم في هذه الحالة ده موضوع وده موضوع تاني خالص الأم في هذه الحالة نرث نحن فيها إذا تركت شيئاً أما وأنها لم تترك شيئاً فليس هناك مراس يوزع ويقسم يارب نكون فهمنا حضرتك وتكوني حضرتك فهمتين طب وضح حضرتك الوصية الواجبة اللي هي إيه؟ الوصية الواجبة القانون خاد بيها دلوقتي والفقهاء نصوا عليها في حالة إن لو الإبن مات في حياة أبوه في حياة أبوه ولاده ما يورسوش قالوا لأ إحنا ندي الإبن اللي مات ده ندي أبنائه مراسه كأنه كان عايش فأخواته مثلاً الذكور كل واحد منهم خد عشر أروش أخواته الذكور اللي عايشين خد كل واحد منهم عشر أروش فندي الأبنائه العشر أروش اللي هي مراس ولدهم دي الوصية الواجبة طيب ناخد أمي يوسف أمي يوسف تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا سيدة لنياتو الحمد لله وحضرتك بألف خير يا رب لا سمحتك كنت عزي بس سؤالين اللي فضلتش تفضلي أنا كان عندي جزء كان بيشرب بياخد الأول برشان وأنا فضلت وراه لما بطله الحمد لله الحمد لله بس هو بيشرب يتعطى مخدرات كده يعني بس هو كويس يعني وبيصرف ومعاشه كويس كل حاجة بس يعني هو كويس الحمد لله فأنا الوقت يعني اللي أنا عملت بيشرب يعني اللي جابة عند ربنا الصويسة اللي هو إيه اللي أنت عملتين اللي أنا يعني بقيته عن يعني الشرب وعن ما أنت بتقولي بيشرب نعم ما أنت بتقولي بيشرب بس بيشرب خفيف يعني مش زي الأول يعني الحمد لله بس هو متواجد في بيت وعيشت وكل حاجة السؤال الثاني بقى لا سمحت يعني عندي حناسي وأنا عايشة معاها بقى لي 11 سنة دلوقتي بقى عملاني منشاتي في البيت وكل أشياء تتعارك معايا وبصلت علي حنايا ليه والله العزيم من غير أزاء وأقسم بالله من غير أزاء ما تقسميش بس بالله عشان ما فيش حاجة من غير سبب ممكن تبقي أنت مش عارفة الأسباب مثلا ممكن تتعارك معايا عشان الولاد يعني في أسبابه نعم يعني في أسبابه آه ممكن مثلا هي تقولي الولاد أو البت كلمة مش يقولها حاج دي دي ولد دي بين بنفحش الكلام معاهم بالصريقة دي هتعامل معاهم قويس لجم أن تعلم العيال اللي في صلوك الكويسة والاحترام والأدب تيجي بجا متعاركة معايا على كده مهم ممكن تتكوني بتقولي لها الحاجة على سبيل الأمر إنك بتأمريها خلي بالك برضو عمل بتقولي هلها إزاي مثلا هي بتقولي الولاد ما تقوليش كلام ما تقوليش كلام وتقوليش ألفاظ هي بتقولها بتقولي اللي بتقولي آه أنا بتقول البلد مش كويسة دي فأنا بقول لها لأ عاد ده ولد ماشي مع أصحابه عاد دي بيت مستحش يتقال لك كلام ده دي كل مشاكلك معاها؟ آه وتقعد بقى تصلت علي الراجل ده بتقول لي ده بتخليلي يهي دي ومي تعارك معايا عمليلي غلط في البيت جاني دي فهل أنا كده عشان ده بقى دي ولادي عن الغلط منه هل علي زن؟ طيب حاضر لس امحتي خليه جود حاضر تبيني أمي يوزف موضوع جوزها اللي بيشرب مخدرات أنا بصراحة مش فاهم الناس اللي بتدمر نفسها وبتدمر عقلها وبتدمر صحتها وفلوسها وحياتها وبعدين في موضوع المخدرات ده وبعدين إنهاية يعني ربنا إدانا حاجة تميزنا عن باقي المخلوقات ودك العقل علشان تبقى عندك الحكمة والعقل اللي يعرف يفكر والعقل اللي يخليك تعرف تخطي خطوة وتشتغل وتبقى شخص مسؤول عن أسرة وعن بيت فاحنا ندمرها فنتساوي بحاجات تانية وبعدين الموضوع لازم لي وقفة انت وقفتي مع جوزك ما كملتيش الطريق كملي الطريق كملي معاه يا جماعة كفاية كفاية ده تدمير للعقل والصحة والمال ده احنا هنسأل أمام الله سبحانه وتعالى طب وبعدين ماذا ستستفيد ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تلذذ بالخمر في الدنيا حرم لذة الخمر في الآخرة يا أخي اصبر واستبر يا أخي حافظ على نفسك وحافظ على فلوسك وحافظ على أولادك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي تهلك صحيتك ما هتحاسب عليها برضو وخلي لحظة الوفاة نهاية الحياة جات وانت على هذا الوضع وانت بترتكب كبيرة من الكبائر شوف بقى هاي بقى يا عقوبة مش عارفين ان شرب الخمر كبيرة من الكبائر ده كبيرة من الكبائر وبعدين المسكرات والمخدرات واللي احنا بنتعطى ده يا جماعة والله ده أسوأ حاجة هتوصلك لأسوأ الأخلاق والسيئات والكبائر اللي في الدنيا لما واحد يا أستاذ الميا يخيروه بين ثلاث حاجات بين انه يشرب خمر بين انه يقتل طفل بين انه يزني وقف فكر الأزني لا أقتل طفل لا طبعا اخد كاس الخمر شرب كاس الخمر عقله غاب قتل الولد ووقع في جريمة الزنا علشان كده العلماء يسموها أم الكبائر اتقوا الله في نفسكم حفظوا على صحتكم ودنكم وعقلكم لأن هذا لا يرضي الله ولا يرضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حماتها أنا شايف أن موضوع الحموات ده يعني لو اعتبرتيها أمك الموضوع حيضح والأسلوب والطريقة في الحديث وفي الكلام وحتى في الاعتراض على شيء حسنا الأدوار لو اللي موجودة مع حضرتك في البيت دي والدتك هتتعامل معها ازاي؟ ده حتى والدتها لو اتكلمت معها بالطريقة دي أكيد والدتك برضو هتاخد على خطيرها لأنه في الاول في الاخير انت بنتها فاللهو جي الوقت ان انت بتعدلي عليها سلوكة او طريقتها تقدر حتى تخلي جوزها مثلا يلفت نظر الأم أو هي بشكل ودي بينك وبينها لأنك بتكلمي معها لأنها والدتك أنا بس أزينك بلاش تقولي كلمة دي قدام الولد علشان خاطر ما يلقطهاش أيا كان الطريقة والأسلوب مش عيب غلط لأنه عيب انت بتعلميها الأسلوب والطريقة الأسلوب يختلف والطريقة تختلف وأنا قلت لو اعتبرنا الحامة دي أم والله مش هتحصل كل الدفوهات اللي بتحصل دي لأن معاملة الأم تختلف تماما بتمام وإحنا بنعامل الأم حطين قدامنا النديق والدتنا النديق أمنا إن ما ينفعش نرفع صوتنا عليها ونبقى عارفين ومتأكدين أنها في حالة خوف وقلق علينا في كل ما تشير إليه وفي كل ما تأمر به علشان كده ضروري جدا لو بدلنا الأدوار هنرتاح على مستوى الخط حماتك هي والدتك صح صحيح طيب خلينا نرجع تاني للرسول عليها أفضل الصلاة والسلام والسيدة فاطمة الزهراء كانت حياتهم مع بعض الزهراء ولو أن ده ما أنا عارف أنه هو الكلام فيه كتير وأنا مش عايزة أختم أبدا قبل ما نتكلم عن لحظة وفاة الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام عدت الزهراء على السيدة فاطمة الزهراء تختر أنه فيهم اللي تقولي لي عليه لحظة وفاة الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على فراش المرض وقال عليه الصلاة والسلام إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم يعني كان عاية سيدنا النبي الدعاية اتنين مننا تعب سيدنا النبي شديد كان تعب شديد جدا وستنا السيدة فاطمة أعدى جنب سيدنا النبي مش عارف تقدم له إيه ولا تأخر له إيه نفسها تخفف عن فلذة كبدها عن حبيب قلبها عن قرة عينها رسول الله يفارق الدنيا أمام عينها أباها تنظر إليه وهي تقول هذه آخر لحظات سأرى فيها رسول الله سأرى فيها والدي سندي وظهري وعمادي في هذه الحياة وفجأة رسول الله ينظر إليها ثم يشير إليها فتقترب من أبيها فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم سرا فتبتسم فتبكي ثم يقول لها سرا آخر فتبتسم فالجلوس قالوا لها لماذا بكيت قالت بكيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنني خيرت بين الرفيق الأعلى وبين الدنيا فاخترت الرفيق الأعلى أبو يهيموت خلاص لذلك بكيت قالوا لها ولماذا ضحكتي قالت لأنه أخبرني أنني أول الناس به لحوقا أنا هرحل وبالفعل ماتت بعد أبوها بست شهور يعني وكأنها تقول أنه لا لذة للحياة ولا متعة للحياة بدون أبي فضحكت لأنها هي أول الناس من أهل البيت لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا ودفنوا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا الجثمان الشريف الطاهر لما رجعوا ستنا السيدة فاطمة تبكي وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه متطمن على والدها علشان هو في جنة الفردوس تندع على سيدنا أنس وتقول له يا أنس يا أنس أهانت عليكم أنفسكم أطابت أنفسكم أن تحفو التراب على رسول الله أطابت أنفسكم أن تحفو التراب على رسول الله علشان كده أنا دايما بقول كل من عليها فان رسول الله مات رسول الله ذهب إلى ربه فالسعيد هو الذي يستعد لهذه اللحظات ويكون دائما وأبدا على يقض والشاعر يقول ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني أليس الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنيني فوأسف على نفسي إذا ميت فوأسف على نفسي إذا ميت بكوا أهلي علي وغمضوني وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلوني وما إن وصلت إلى المصلى وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموني وأنزلوني إلى قبري على مهل نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي ديني فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني وديني دين أحمد وديني دين أحمد خير دين وأختم بالصلاة على الأمين سلام الله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان ستلحقوني عليها أفضل الصلاة والسلام أحسنت يا فضلت الشيخ نورتني وبشكر حضرتك وشوفك على خير إن شاء الله هروح مع بعض مشاهدين الفاصل ونكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل الأثر الطيب اللي بيسيبه كل إنسان بعد ما يسيب الدنيا هو ده المراس الحقيقي اللي بيسيبه مراس الخير والدعوات الصالحة وجبر خاطر غيره أثرك وعملك الطيب هو ده اللي هيفضل مستمر يزود في ميزان حسناتك حتى بعد وفاتك خلونا نتكلم عن الأعمال الصالحة والأثر الطيب اللي بنسيبه بعد وفاتنا مع الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم الكرآن الكريم فقرتنا وفقرة جماعية البر والتقوى المصرية دكتور أهلا بيكي ومنوراني أهلا بحديك وكل سيدا المشاهدين بنفضل نسعى في الدنيا والدنيا دائما بنقول كده هي ضار اختبار أحنا طول الوقت في اختبارات من ربنا سبحانه وتعالى بنعمل للي جاي بنبني للي جاي بنحط في الحصالة للي جاي وكل واحد بقى حسب عمله هو حط إيه في الحصالة اللي هيخدها معاه واللي هيستمر بعد وفاته العمل الطيب والصيرة الصالحة ولا يعزوا بالله العكس تماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى علشان كده بنقول من أفضل تأمين لمستقبل الأولاد هو اللي الآية قالت عليه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يبقى الإنسان دائما بيسعى في حياته ويقول علشان أسيب دا لولادي علشان أعمل دا عشان أأمن مستقبل الأولاد فالآية قالت لنا حكتين تأمن بيهم مستقبل أولادك وهو دا الأفضل على الإطلاق التقوى والقول السديد يعني السمع الطيبة القول الطيب طب التقوى الإنسان يحصل عليها إزاي شوفي حضرتك في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونيجي نركز على الانفاق هنا شوفي جمال التعبير ومما رزقناهم يعني جزء من اللي ربنا رزقك بي انت مش هتخرج كل رزقك دا ربنا بيطلب يعني بيقولك أنفق القليل وربنا يعطيك السواب الكبير كلمة رزقنا دي يعني معناها إيه؟ ربنا أعطاك هو اللي أعطاك الرزق دا فما تخافش من بقرة ما تخافش أن انت تنفق ربنا زي ما أعطاك دا أولا هيعطيك بعد كده وكلمة ينفقون يعني معناها الاستمرار أنت بتنفق باستمرار في السراء والضراء كل دا عارف اللي بنقول عليه هيعطي لأولادك ويعطيك في الدنيا والآخرة هتجد أثر دا في البركة في راحة البال في طمأنينة في القلب هتشوف كل حاجة في حياتك وكمان كل حاجة احنا بنستخدمها في الدنيا بتخلص يعني هجبت أكل خلاص خلص الهدوم خلاص بليت وانتهت لكن اللي هيعط حاجة دي اللي بتفضل بقية هو دا فالإنسان دايما يركز على الحاجة البقية طيب لو احنا اتكلمنا عن الأعمال اللي بتقوم بيها جماعية البر والطاقوة المصرية ويمكن مبادرات كتير جدا بتقوم بيها الجماعية سواء كان في مجال المياه وفي ما يخص الأبار ومحطات التحلية وصلاة المياه أو المزرعة أو المستشفى أو التبرعات العينية ايا كان هما بيقوموا من ايه عمل كلها خير لما بنقول انه في حد بيصل لي الشخص اللي ممكن يكون محتاج فهي رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى لكل شخص ممكن يكون بيشوف حلقة من حلقتنا بيصادف انه بيشوف شيء الجماعية ممكن تكون بتعارضه من بعض الحالات اللي هما بيصلوا ليها اللي في مناطق بعيدة جدا اللي احنا بنقول انه احنا كأفراد صعب جدا ان احنا نصل ليهم لانها مسافات طويلة صفر في مناطق بعيدة جدا مناطق صعب الوصول ليها يعني سبحانه اللهم بيعملوا مجهود كبير جدا عشان خاطر يقدروا يصلوا للناس اللي ممكن تكون تستحق الصدقة خلو نروح نشوف تقرير خاص بجماعية البر والطقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية من اعظم واجمل المشاركات اللي ممكن نشارك فيها بالصدقة بتاعتنا هي المياه وسواء كان وصلات مياه او محطة طحلية او قبار او اين كانت هي طبعا كله في تفريق كرب وجبر خاطر للناس اللي قاعدة بتدع دلوقتي بتقول يا رب يوصلوا لي مياه يا رب ألاقي مصدر للمياه شوفي حضرات الجامعية البر والطقاء بتوصل لكل مكان في الجمهورية سواء من اول سينة الحلاب وشلاتين كل مكان الاماكن البعيدة اللي احنا ما نتخيلهاش وزي ما شفنا في التقرير هما مشوا مسافة الدقيقة عشان يوصلوا للبيوت دي والجمعية بتقوم بحفر يعني وتوصيل الوصلات للمياه للبيوت يعني الجمعية بتراعي الافضل والانسب للمكان اللي هي هتكون فيه اذا كان الانسب وصلات فبتقوم بيها ممكن احيانا يبقى المناسب حفر قابار ممكن يكون هو الفكرة مش فكرة الصدقة لمجرد الصدقة هو الفكرة فكرة الدراسة احتياجات كل منطقة وكل اسرائي لانه احنا بنعمل الخير احنا مش بنعمله عشان حاجة ونتخلص منها احنا بنجمل الحاجة لاني دي هدية اللي محتاج المساعدة وقابل كل حاجة هي بتقع في يدي الله اولا فكل واحد يقعد يفكر انا هعمل ايه انا بعمله لربنا واذا كان انا بعمل الحاجة على قد امكانياتي انا فربنا الكريم بيجازي السواب طبعا على عزم قدره والجزاء بيكون ايه على قدر الاخلاص والنية وقديه الانسان هو حريص على فعل الخير عارف حدركة الصلاحين زمان كانوا بيزعلوا في اليوم اللي محدش بيخبط على الباب فيه ما يطلعوش في صدق يقولوا فيه حاجة غلط انا عملت ايه النهاردة عشان ما بقاش سبب في الخير واحنا في شهر الاسراء والمعرق شهر جبر الخواطر الشهر اللي ربنا جبر فيه بخاطر نبية صلى الله عليه وسلم نقعد نفكر كده انا اعمل ايه علشان اجبر بخاطر المحيطين ممكن يكون بكلمة طيبة فانها صدقة بالتبسم في وجه اخيك فهو صدقة بان انا ادعو للخير لو انا ما عنديش امكانيات اهم حاجة لا تحقرن من المعروف شيئا الاية بتقول فمن يعمل مثقالة زرات خيرا يرى مثقالة زر يعني شوفي حضرتك قدرها قدي ايه صغير جدا ابسط ابسط حاجة حتشوف الخير فيب انا اعمل ايه لا ما استقلش باي حاجة وعلى طول كده وانا ماشي يكون معايا دايما رصيد وحاجة ما خليها جزء كده مخصص للصدقات يعني حضرتك فتحتي كمان جزئية مهمة جدا فكرة انه كل حد فينا يراجع نفسه يوميا انا اليوم عد علي كده من غير ما اعمل حاجة يعني تتق الميزان حسناتي من غير ما اعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى من غير ما اتصدق وطلع حاجة لحد ممكن يكون محتاج وانساها تماما ويبقى الموضوع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى وده الوصل اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى انا بعمل شيء لوجهك انت يا رب فتفضلي موجودة لا وكمان تزيد وربنا سبحانه وتعالى يديك اكتر من تديت لانه الكريم وهو وعد انه طول ما انت بتتصدق هو يديك اكتر من اللي انت تصدقت به اضعاف اضعافه خلوا روح نشوف تقرية تانية خاص بجامعية البرو الطاقة ونرجع لحضرتكم مرة تانية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا انه جعل الصدقة متغيرة ومختلفة عشان كل بني ادم حسب مقلبه يروح لحتة معينة يتصدق فيها اللي بيحب يتصدق للأيتام واللي بيحب يشارك في جهاز عروسة واللي بيحب يشارك في مسجد في مزرعة في قبار في كارتونة الخير في حاجات كتير جدا ومشاريع كتير جدا خاصة بجامعية البرو الطاقة قتحت الفرصة لناس كتير قوي للتبرو ولو فكرنا في اي حاجة احنا بنعملها بشئ من التفصيل شوفي كده احنا اتكلمنا عن المياه مع المساهمة في توصيل المياه للبيت مع كل شربة مياه حد بيشربها مع كل جارة جاية كملة من عند جارتها من وصلة المياه اللي انت ساهمت فيها بالنسبة للمزرعة مع كل سمرة مع كل بلح حد بيكلها او النخلة دي ما بيطلع منها بيستفيد منه الحيوان كمان مع كل واحد بيستظل بظلها شوفي يعني تفاصيل كده في الاستخدامات سواء لتوصيل المياه وطبعا ما حدش يقدر يستغنى عنها او المزرعة اللي فيها الأكل وما فيش حد يقدر يستغنى عنها وزي ما شفنا كده في التقرير حاجات متنوعة سواء النخلة اللي بتقعد سنين الانسان بيموت ويعدي عليه سنين طويلة والنخلة اللي عملها بتفضل موجودة والخير والثواب اللي هيجيله منها بيعود عليه حتى وهو في قبره نقعد نتخيل كده يعني عارفة لما نشوف تفاصيل الخير اللي انت عملته الواحد هيستفشر طبعا وإيه يبقى عنده التشجيع والحماس علشان كده الآيات وما تقدموا لأنفسكم من خير انتجدوه عند الله اللي بيعمل بيعمل لنفسه اللي بيتصدق قبل ما انت بتساعد غيرك انت بتفتح ابواب الخير لنفسك لأنه هو بياخد مش من رزقك وبياخد من رزقه هو اللي قدامنا ده التبرعات العينية الخاصة بجامعية البر والتقوى المصرية يعني يمكن كل حد فينا ممكن يكون عنده في البيت حاجات كتير جدا ما بيستخدمهاش الجامعية بتاخدها وبتعيد تاني اذا كانت محتاجة انها تتوضم من الاول وديد اذا كانت ملابس او بعض القطع من الموبيليا وشايفين حاجات كمان جديدة هي بالكارتون بتاعتها كمان الجامعية دلوقتي عاملة مبادرة افتح دولابك الدولاب مش بس اللي هو دولاب الملابس كل حاجة عندك انت مش قادر تساعد او حاسس ان الامكانيات قليلة دور على اللي عندك في البيت وما تقولش يمكن احتاجه بكرة ومحدش عارف العمر قد لا يمهل لبكرة وقد انت لما تخرجه ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك بالافضل طبعا وما تطلع اللي عندك النهاردة ربنا هيديك اللي كان فيك بكرة وبعده اذا كان ليك في العمر بقية نورتين يا دكتور بشكر حضرتك وشكك على خير ان شاء الله بشكر حضرتك ومشاهدين ولو عشت وكان لي يا عمر اشوف حضرتك بكرة على خير ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة